خط السيل التركي المشروع المشترك الأطخم بين تركيا وروسيا يغير خط مسيره من الأراضي اليونانية إلى الأراضي البلغارية تطور مفاجئ ترأى على مسار المشروع المقرر أن يمرر الغاز الطبيعي الروسي تجاه أوروبا وفيما شرعت بلغاريا فعليا باستعداداتها لإجراء هذا التغيير شرع المحللون في إرجاء هذا التغيير لسببين أحدهما سياسي والآخر اقتصادي أعتقد أن السبب الأبرز لتغيير مصاري خط السيل التركي هو السبب الاقتصادي حيث أن الخطوة جاءت أساسا بهدف تغفيد تكلفة الاستثمارية للمشروع فتغيير الاتجاه لبلغاريا يؤدي إلى تغفيد تكلفة تمرير الأنبيب بملايين الدولارات عما كان مقررا في تمريرها من اليونان لا سيما وأن بلغاريا فيها شبكة إيصال للغاز أصلا المشروع الذي يبلغ طول أنابيبه 1117 كيلومتر 910 كيلومترات منها تحت قاع البحر الأسود تم إنجاز 30% منها حتى الآن فيما يمر 260 كيلومتر من فوق سطح الأرض هذا ويتكون المشروع من أربعة أنابيب تصل القدرة الاستيعابية للواحدة منها إلى 15 مليار و750 متر مكعب من الغاز الطبيعية تخصص لنقل الغاز إلى تركيا لتلبية احتياجاتها وكذلك نقل الغاز الروسي للجانب الأوروبي تركيا تهدف من خلال مشروع السيل تنويل مصادر الطاقة والوصول إلى سوق جنوب أوروبا والدول المطلة على المتوسط وأما الأمور التقنية والفنية فلا علاقة لتركيا بها شركة غازيبروم الروسية تتكفل بإنشاء القسم الذي يعبر من أسفل قاع البحر الأسود بمفردها فيما سيتم إنشاء القسم العابر للأراضي التركية بالتشارك بين تركيا والروس وفيما ينتظر أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع لقرابة التسعة عشر مليار دولار أمريكي يتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل لأكثر من ثلاثة عشر ألف وخمسمائة شخص في قطاع بناء الجزء البري الموجود بتركيا كما سيساهم بمجموع صاف الدخل القومي بما يقدر بخمسمائة وستة وأربعين مليون دولار منعطف جديد ينعطفه مشروع السيل التركي عبر نقل مساره من اليونان إلى بلغاريا فهل سيتمكن من تجاوزه وهو الذي تجاوز سابقا مطبا كبيرا تمثل بإسقاط الأتراك لطائرة الروس لقناة الإخبارية علي تباب إسطنبول